الحياة أحلى الحياة أحلى وفي الموويل وفي التوشيح وفيه كمان الأغاني السورية والمصرية كمان بنرحب مع حضراتكم بعمر السوري المطرب الجميل اللي مشرفنا في الحياة أحلى أهلا بك يا عمر أهلا وسهلا فيك السادة جيهان أهلا وسهلا منور الحياة أحلى أسلامي الله خاليك هذا بنورك جميل عمر احنا عايزين نعرف منك شوية كده عن إزاي بدأت تتغني وإزاي أن انت لما جيت مصر الناس عارفتك بإيه والحفالات اللي بتعملها في مصر وكده أهلا أول شي بدي رحب السادة المشاهدين ورحب فيك إنتي شخصيا وابدي رحب بكل أهل مصر اللي استقبلونا وحضرونا بعيونهم قبل قلوبهم وطبعا الواحد عاجز عن الشكر للشعب المصري كله الحبيب لما جيت لهون أنا حقيت قبل هالمرة يمكن الشعب المصري من الشعوب اللي قلبه طيب وبتستقبل أي واحد غريب وما بتحسسه بالغربة وفعلا نحن ما حسن لا مش غريب عمقلك ممكن أحذف كلمة غريبة ماشي أوكي ماشا الله يعني متل ما قالت لأستاذي أصالة ولا حسيت بالغربة بلحظة معاكم لا طبعا انت فزت أهلك طبعا عزبت كتير طبعا بس الحمد لله الله كرمني ومضيت مع الشركة يارا الإنتاج الفني والله كرمنا مع أستاذي الصابرين البحيري طبعا من الناس اللي أكتر الناس بقفت جنبي وهم اللي كملوني بالمشوار وعملنا كلب الجمالة المصري وفي كلب إن شاء الله اسمه عائف أسد رح ينزل في شهر 8 وشغالين الحمد لله طبعا انت عبت كتير وفي ناس مصريين وقفوا جنبي يعني كانوا متل ما بيقولوا يعطوني زقة جميل حمد لله يعني بس طبعا الشعب المصري أكتر شي بيحبوا يسمع الصوت اللي ما بيحتاج موسيقى يعني أيوا طبعا بيحدي يعني موويل غناء كل هذا الشي سوري على مصري بيعشبون جو الميكسات المصرية والسورية موال سوري موال مصر كل شوار حلوة قوي طيب احنا عوزين متشوائين بقى نسمع حاجة على عيني حلوة كده نبتدي بيها الحلقة تفضل أحسن لك ليه لما بتروح حفلات أو مناسبات بتغني فسط جمهور مصري يعني ايه أكتر حاجات انت قلت الناس بيحبوا الموويل والحاجات اللي فيها طبعا الغناء السوري طبعا الجبلي والحاجات الجميلة دي بس ايه أكتر أغنية بتطلب منك مثلا أو موال هلأ بالنسبة للجو المصري بينطلب مني بينطلب مني لأحمد شيبة منفعد بينطلب مني يعني بيكون فنانين مصريين معروفين أحيانا بينطلب مني صباح فخري في ناس طبعا بتكون كبيرة عدب طبعا جو الرأس خلاص بدون يسمعوا بقى موال حلو بينغنيت أحيانا صباح فخري أحيانا منغني الأستاذ شادي جميل أحيانا منغني يعني فيه فنانين كتير سوريين منقول موال مثلا دخلة بعدين منقلب على المصري على غنية مصرية فيها طبعا أغاني ست أم كلثوم والراحل عبد الحليم حافظ منغني لهم كمان حافظين غناء لقلوني انت فيك تغني شيء لأم كلثوم يعني طب خلينا نسمع حاجة بقى المصرية أي حاجة حلوة تحبها سواء قديمة أو حديثة نسمع لأم كلثوم يلا بينا الله جميلة 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 طب قولي بقى يا عمر يعني الموهبة بتاعت الإنسان سواء الغنى أو التمثيل أو الأشياء الفنية عادة بتبدأ وحنا صغيرين طبعا فأنت بدأت معاك إزاي ومين اللي كنت بتسمعه وتحس أنه هو أنا عايزة غني بالشكل ده أو مسلك الأعلى في الغنى سواء بقى شامي أو مصري أو غيره يعني طبعا أنا أول ما اكتشفت موهبتي اكتشفتها بالأدان كان فيه جامع قدام بيتنا وأنا من صغري طبعا الأدان الجامع خمسة أدانات باليوم طبعا بيتني على طول ففي يوم قلت بدي جرب أنه أدن مثل المؤدن اللي عمي أدن فنزلت لتحت برمضان كان قبل الأفطار فقلت له للمؤذن تابعنا قلت له أنا بدي أدن قال لي حافظ يعني صوتك حلو طيب تسمعني وتجرب إذا ما عجبت أخص أول ما قالت الله أكبر الله أكبر قال لي خلاص روح أنا طبعا أول ما وقفت قدام المايك قال له ره بيت طبعا أول مرة بحياتي بدي أدن وشي أول مرة بالعالم كده رح تسمعني وتفطر على صوتي طبعا أهلي ما بيعرفوا لسه أهلي بالبيت ما بيعرفوا يعني أبو فاكقة بالنسبة لهم تمام فأدنت طبعا أنا عم برجف وأنا عم أدن أدنت منيح الحمد لله وخلصت وفطرت وطلعت على البيت فبابا قال الله يرحمه قال لي مين اللي كان عم أدن فيه صوت ولا صغير هيك ما شاء الله عليك أنا عم أدن قلت له والله ما بيعرف يا بابا يعني هو بس سمع بس ما كانت شايفة لا ما كان شايفة فنزلنا على صالة الترويح لأن العالم عم يقولوا ونام التربيه عم يحكوا مع أبي والله أحسنت التربيه وأبنك قال لي شو صار اليوم قلت له ما فيه أناك أنت عم أدن المغرب أهلي ما فيه هو ما سمعك وهو مش عارف هو فرح بهذا اليوم طبعا من هون بلشت أنا اشتغلت بالابتهالات والتوشيح وبعدين تعلمت الغناء طبعا أسطورتي بالنسبة لي القدوة العليا بالغناء السوري أستاذ صباح فخري وأستاذ أديب الدايخ الله يرحمه جميل هذول الناس بعتبرون أنا هنن هل رح سمعك شيء لأديب الدايخ كمان يعني ويس قوي طيب فيه طلب من الكنترول نسمع الأغنية أنت غنتها إزاي؟ طب أنت قلت غنتها وأنا صغير طب دلوقتي بتغنيها إزاي؟ أنا غنية التوشيح أو الشيء اللي بدأت بي يعني أو بداياتك كانت إزاي؟ رح نقول شيء لأديب الدايخ آه يلا بيه لا لا جميل جدا طبعا والدك سمع الناس كلها عملة تتكلم وكده وفي الأخير عارف أن انت خلاص الناس كلها عارف أن انت بتغني طيب انت كلمت كتير عن النجم الكبير العملاق طبعا صباح فخري ولهما كان في قلوبنا كلنا العرب وكل المصريين طبعا يمن هواه وأعزه وأزلاني عيارتني بالشايب كلام كدير جدا قولي بيعني لك ايه قبل ما تغني له القامة الكديرة صباح فخري استاذ صباح فخري بالنسبة مو بالنسبة للسوريين بالنسبة للوطن العربي كله هو مدرسة لأنه طبعا داخل مؤسسة جينيس وغنى 16 ساعة ومتواصل وطبعا يعني المطربين الواحد إذا بده يغني صح ويتعلم صح لازم يسمع استاذ صباح فخري طبعا أنه هو طبعا مدرسة لمطربين العرب كلهم وفيه أجانب كمان قبل ما يغنوا بيسمعوا له فاستاذ صباح يعني رغم أنه فدت على المعهد طبع وتعلمت فيه مقامات وعلم نغم لأنه هو يعني محبوب الشعب طبعا محبوب جميع الفئات محبوب الشعب العربي مش سريم بس حتى يعني بتلاقي مثلا مطرب فيه شباب بيحبوه الكبار ما بيحبوه فيه تلاقي مطرب للكبار بس لأ صباح فخري نجم كل جيل طلع عنا بسوريا وحتى الأجيال القادمة أي واحد صغير عم يطلع بيسمع صباح فخري ولد صغير عمره مثلا 12-13 سنة عنده موهبة بيغني بيقول مع شوقتي وعيارتني بالشيب وهو لسه صغير بس حابب اللون وحابب الكلام وحابب أداء لسه الصباح وبيتعلق فيه وبيتعلق بأسلوبه كله على بعضه فنحنا كل لقاتنا متربين على شيء اسمه صباح فخري طيب يا منها وهو بقى لإنطلب يعني أنت مش عارف يعني جميل جميل جدا أنا عارفة قد إيه صعوبة الغناء بدون ميوزيك يعني بدون مازيكة وماشاء الله أنت يعني من غير مازيكة ماشاء الله صوتك جميل جدا وأداءك حلو جدا لذلك كمان في المواويل يعني هي صعبة لأنه بتعتمد على العرب وكده بتعتمد على أنه واحد ماسك مقام ممنوع يطلع بره لأنه ستطلق بره الدنيا طبعا طبعا طيب قولي بقى أنت بتسمع لمين يعني غير طبعا بيه مصر ولا بسوريا من فن الكبار طبعا صباح فخري ومكرسومه النسر العظيمة دي الجيل الحالي أو النسر بتغني دلوقتي مين اللي بتحب تسمع له مصري بقى سوري مغربي خليجي لا فيه مطرب بيغني بمصر معروف طبعا أستاذ حمدي باتشان الناس بتعرفه بلون معين بس أنا قعدت معه وسمعت منه صوت مع احترامي لأي حدا بمصر أنا فعلا سمعت خامد صوت بتغني طرب أصلي بس هو معود الناس على لون معين على الفرحة والبهجة والسرور ومعود الناس على أنه أنا بفرح العالم بس إنما هو خامد صوت يعني أنا مع احترامي لجميع المطربين فعلا أنا معجب خامد صوت جدا بيغني لايف بيغني بدون أي شي عربوا كلها صح مقاماته ماشية صح طيب إحنا بندعوه لحلقة هنا في الحياة أحلى النجم الجميل حمدي باتشان أنه هو يكون معانا على فكرة هو هم يتعفعني أنا حكّد معه بالمفوت على الحلقة أعمل اللي الله يوفر طيب إنت أخبرك إيه في الشعبي سواء بقى سوري أو مصري يعني أو تحب تغني شعبي أو ليك في اللوندا وإلا بتفضل أكتر الكلاسيكي هلأ بالنسبة للشعبي هو مجال العمل بس أنا شاطر بالغناء الشعبي المصري أكتر من السوري لأنه هون أنا طبعاً أنا بسوريا يعني ما عاشت كتير حتى أعرف أقدر يعني أتقن الشعبي صح لكن بغني شعبي سوري بس ما بقلك أنه أنا شاطر شطارة فيه أنا شاطر بالشعبي المصري أكتر طب يلا بقى نسمع منك حاجة شعبي مصري نسمعنا صباح فخري ومكلسوم وحاجات جميلة نسمع شعبي مصري يلا بينا الله جميل والله ده على فكرة مش باين أن في حد سوري بيغني ده باين أنه مصري أنت تدربت على الكلام ده فين أنا معي عازف أورجس محمد براهيم هذا الزلمة وطبعاً مصطفى رقفة مدير أعمالي هو اللي بيختر لي الأغاني وانت هتقول كذا في الفرح عشان الناس يسمعك والناس يرقص معك وهو له فضل كبير بالحياتي أنا لو لو لوحدي ما رح أعرف قرأ الشعب يعني قبل نوع فوت على الفرح في ناس بتساعدني الجميل في الموضوع أنه عادة لما بيبقى مطرب مثلاً مصري بيغني خليجي أو سوري أو كده برضو بيبقى فيه لكنة برضو سوري غني مصري أو كده بيقى فيه لكنة بس أنت متجاوز اللكنة الحمد لله فده شي رعى جداً يعني لسه يعني فيه أغاني شعبية كمان يعني حتى الأستاذ أحمد شيبة ولناس تاني بنفس اللهجة وبنفس إذا بدك نفس اللحن وبنفس العرب طب قولي لما بتروح فرح أو مناسبة وبطلبوا منك شعبي بتغني إيه تاني غير الأغنية الجميلة دي إن واضح إنه الشعبي الناس في الكنترول عجبهم لا فيه فيه مويل كتير شعبي من غنية بالأفراح أهلا ولعبت يا زهري مثلاً ولا حاجة تانية نقول أهلا ولعبت يا زهري أي أغنية في الدنيا طبعاً أنت بتحب يعني مثلاً تقرأ لشعراء معينة أو بتفضل تتعامل مع شعراء معينين أو لما تيجي تعمل أغنية ليك مثلاً تحب تحب تغني المين أو نفسك تغني المين لا أنا اللون الجاية طبعاً أنا عملت أغنية جمال مصري أغنية كلاسيك حلوة واللي جاية إن شاء الله شعبي شعراء بحب أستاذ أيمن بهجة أمر والملحن أستاذ طبعاً محمد عبد المنعم ولكن أنا هلأ معي ناس بس طبعاً ناس معروفة كتير بالمجال أستاذ محمود هلال شاعر معروف أستاذ أحمد عبد المنعم كمان ملحن عمل لناس كتير والموزد أسلام الحسن طبعاً عمل لأستاذ أحمد سعد ولرطيفة وننسي عجرم يعني أسلام شغله كتير تقيه إن شاء الله رح يجب الجمهور بإذن الله إن شاء الله يعني إمتى بننتظر مثلاً أغنية جديدة سنجل ولا آلبوم لا سنجل سنجل ما شاء الله قال باللهجة السوري ولا المصري وكله يعني مرجوع لشركتي طبعاً لأنا ماضي معها اللي بيحترمها شركة يارا الإنتاج الفني طبعاً صاحبة شركة تازي صابرين هي اللي المرجوع لألها والموافقة من عندها لأنه هي صاحبة الشركة وهي صاحبة الشأن جميل يعني أنت بتقدرش تسمعنا تغششنا كده انفراد حتة من الأغنية لا ما بيمشي الحالة لا ما بيمشي الحالة لا خالي يمشي الحال والله بتمنى أنا أحكي بس نمشت لهي أمر من فوق طيب بتوعيدنا أول بينزل السنجل تيجي عندنا تغني من عيوني تحت أمرك طالعاً ما استاذي جيان طلبة تيك خلاص الله يسأل ميك طيب عمر المناسبات الوطنية سواء بقى عربية أو سورية أو مصرية أكيد الفنان بيتفاعل وبينفعل معها هل أنت مثلاً بتحب تغني أغانية وطنية عربية مصرية يعني تغني للشعب السوري للشعب المصري أنا رح سمع غنية مصرية بحب غنية أنا بأي مناسبة وطنية بروح عليها كويس يلا بينا يلا بينا أي غنية مصرية وطنية معروفة دي بتغنيها دايماً في المناسبات بأي مناسبة وطنية لازم هيئة تحفية لازم أول غنية جميلة جداً جميلة جداً طب قولي يا عمر الأغاني الشبابية يعني الموجة الجديدة وبتسمع طبعاً ميوزيك نوع ميوزيك مختلف طبعاً أنت اللي بيتميز في النوع التقيل ده من الأغاني هل كمان ممكن يغني أغاني شبابية يعني الحاجات الألحنها سريعة رشيقة بتستخدم ألات موسيقية أسرع نحنا بالنسبة للأغاني الشبابية منغني طبعاً بس اللون الجديد حدا بيمنله كتير يعني ما منميل عليه كتير منميل على اللون الشبابي بس القديم يعني أغاني ساموزين القديمة طبعاً ساموزين شاب طبعاً ده شاب بالأمر كله كل أغاني شبابية طبعاً بنلجأ لساموزين طبعاً أغاني عمر دياب يعني ما رح قلت لك الحديثة وطبعاً صعب لأي حدي يغني الأستاذ عمر دياب بس يعني أغاني شبابية حلوة ومعروفة وبتنسجم مع الناس وبتنسجم مع أي طبقة بالنسبة للمجتمع طيب تحب تغني حاجة ولا تغني كل المليحة يعني أنا سمعتها منك قبل كده بقدلك كل المليحة يلا بينا الله الله يا عمر اللي تاني مرة معي جميع أيوة بزفتي تاني مرة معي فعلاً أنا عشان كده طلبتها منك طبعاً إلي شرف بتتألق مش عضا فيها يعني ومش أي حد يغني السباح فخري يعني والمواغير والحرف من حروفة طبعاً طبعاً تقولي بقى بتتابع يا عمر برامج المسابقات اللي بتطلع المواهب الجديدة للشباب والأغاني والحاجات دي كلها طبعاً هي برامج فورمات كلها على الفضائيات إيه رأيك فيها؟ أنا بالنسبة لي رأيي الشخصي وطبعاً ما بحب إنه حدا ياخده على محمل شيء أنا ضد هاي الفكرة ما بحب هذا الموضوع لأنه ما احترامي لأي حدا لو كان اللجنة ملحنين وأساتذة بالموسيقى ومايستروات ما في مشكلة بس بالأول والآخر أنا رح وقف قدام لجنة فيها مطربين مثلي مثلهم احتمال بيوم من الأيام أنا أصير أحسن منهم أنا فعلاً عندي ده هرهور ولا بثقة؟ ثقة فعلاً لأنه فعلاً فيه مطربين ما بيستحقوا يقعدوا على هالكرسي أيوة ما احترامنا طبعاً لكل اللي جانب ما احترامنا طبعاً أكل وعا على فكرة فيه طبعاً أساتذة كبيرة وحقهم يعدوا ويحكموا ويقولوا رأيهم بكل طلاقة وأساتذة فعلاً وفاتحين مدارس بأساميهم بس كمان بنفس الوقت أنا هي وجهة نظري شخصية ما ليعلقة بحدا وم أحترم كل طبعاً الفنانين بحبهم كتير بس على مستوى التحكيم لو خلي بالك بيكون فيه تصويت جمهور فبتدخل بقى مسألة ده سوري وده مصري وده لبناني بس الفكرة بالأول هن اللي بيحكموا يعني بالأول هن اللي بيحكموا بيصعدوا للجمهور أنا بالنسبة إلي الجمهور هو الحكم هو الحكم وهو صاحب القرار هو اللي بقول أنا بدي هذا اسمعه وما بدي أنا عليه يطرح عغاني بالسوق بده يسمعه بده ما بده هو حر فكل واحد له أزواء وطبعاً الفن أزواء فيه عالم بتحب أم كوثوم فيه عالم لا فيه عالم بتحب صباح فخري فيه عالم لا هيك يعني بس هيوة هي وجهة نظري للبرامج لتبع الأصوات طيب أنا عايز أسألك سؤال متعلق بالشعب السوري جميل اللي الحقيقة بيمر بظروف صعبة جداً لكن انتم في مصر أي الجالية السورية الموجودة في مصر جالية مشرفة جداً حقيقة سواء بقى في الفن زي حضرتك وطبعاً عدد آخر من زملائك اللي بيغنوا أو توشيح أو أي فن سوري أو سواء كمان المصنوعات والمأكلات ويعني ما شاء الله عليكم ليه الإنسان السوري دايماً عنده طموح وعنده إرادة وعنده عزيمة ومشرف كده حتى في أحلك الظروف ده بجد إحنا بنتشرف بيكو في مصر اسلامي لله خليكي بالنسبة للفكرة اللي انت التي هي طبعاً الحمد لله أن هي صح بس كمان هذا الحاجة مو موجودة عند السوريين بس بالعكس فيه ناس مصريين عدوا مرحلة التفكير السوري حتى أنا بعرف ليه أصدقاء مصريين رجال أعمال معروفين وشغالين وناشحين بالبلد فعلاً مثال مشرف لكل شاب مصري وحتى يعني مصريين قبل عن جد بس الموضوع السوري أنه أنا جاي عاييل بقايير البلد ما رح استنى فكر أنه اتجوز وخلف وابني شي لإسمي وليلي ببعضها لا أنا رح أعمل اسم لحالي رح أعمل اسم الناس تذكرني فيه بعد ما موت ويدعولي بالرحمة كيف عن طريق شغلة أنا بحب أعملها أو أنا شاطر فيها سواء كان بالناس اللي بتشتغل بالملابس ناس اللي بتشتغل بالأكل بالحلويات بالغناء انتو شاطرين قوي ما شاء الله عليكو يعني فالواحد بيكون بده يعمل اسمه ويعمل يعني مثلاً أنا بدي أتجوز يصير عندي أولاد بدي أولاد يطلعوا يلاقوا ولا كأنه صار شي بالبلد أنت قاعد برا للبلد صح بس أمورك وحياتك مستقيمة ومستقبلك مؤمن طبعاً هذا الشيء لازم يومي لها قوي طبعاً أهلاً وسهلاً بيكم كلكم في مصر ومنورنا وفرحانين بيكم وفخورين بيكم كمان مصر منورة بأهلاً ربنا يا خليك احنا طبعاً فقرتنا بتنتهي فاضل فيها دقتين فأنا عايزك تختار أحلى أغنية تحب تغنيها وتختم بيها لقاءنا في الحياة أحلى أنا هاختم اللقاء وهقول السيدة المشاهدين شرفنا وسعيدنا النهاردة بصحبة الفناني الجميل عمر السوري ودي كانت نهاية حلقتنا وحلقة نهاية الأسبوع واشوفكم إن شاء الله يوم الحد القادم وحلقة جديدة والحياة أحلى وهسيبكم مع عمر السوري واغنية الختام أوكي نغني مصري بقى الحياة أحلى